اشتركوا في القناة شراكة بخلفيات امنية اليمن القاعدة تعلن الحرب على الحوثيين اكد الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين حمد مرسي الثلاثان الجماعة تبحث احتمال الانسحاب من انتخابات مجلس الشعب التي اجريت الاحهد الماضي وقال مرسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الجماعة تدرس المواصلة او عدم المواصلة في الانتخابات التشريعية وربما تعلن قرارها النهائية غدا الاربعاء وكانت نتائج الاولية لانتخابات مجلس الشعب اظهرت فوز الحزب الحاكم باغلبية ساحقة في الانتخابات فيما جاء حزب الوفد في المرتبة الثانية بينما لم ينجح احد من مرشحي جماعة الاخوان المسلمين مزيد من التفاصيل في هذا التقرير القلق والشعور بالفزع هكذا وصف المتحدث باسم الخارجية الامريكية بيجي كراولي موقف بلاده تجاه الاتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات البرلمانية المصرية التي انتهت جولتها الاولى يوم الاحد الماضي كراولي قال ان الانباء التي ترددت عن مخالفات في الانتخابات تثير شكوكا في نزهة العملية وشفافيتها واكد ان بلاده شعرت بالفزع من الاخبار التي وردت عن اعمال التدخل والتخويف من جانب قوات الامن يوم الاقتراع مضيفا ان الاجراءات التي سبقت عملية الانتخابات تشعر بخيبة الامل خصوصا ما يتعلق بافساد انشطة الحملات الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال انصارهم وكذلك حرمان بعض الاصوات المعارضة من الوصول لاجهيزة الاعلام على حد قوله اما الاتحاد الاوروبي فانه لم يصدر اي رد فعلي رسمي على الانتخابات حتى الان حسب ما اكد السفير مارك فرونكو رئيس وفد مفوضية الاتحاد الاوروبي بالقاهرة الذي اضاف ان الاتحاد ينتظر استكمال العملية الانتخابية وما ستسفر عنه جولة الاعادة المرتقبة يوم الاحد المقبل لبلورة الموقف النهائي من هذه الانتخابات ولكن فرونكو اشار الى الاعاقة التي تسببها بعض الاجراءات الحكومية مثل عدم السماح بوجود مراقبين اجانب لمتابعة العملية الانتخابية وهو ما سيضطر الاتحاد الاوروبي للاعتماد على مصادر اخرى للحكم على مجريات الانتخابات مطالبا الحكومة باخذ الدروس من الدورة الانتخابية الاولى واجراء الدورة الثانية في ظروف مثالية الظروف المثالية التي غابت عن الدورة الاولى للانتخابات ادت الى موجة من الانتقادات داخل مصر وخارجها فقد اتهمت جماعة الاخوان المسلمون الحزب الحاكم بالتزوير فيما وجه السيد البدوي رئيس حزب الوفد انتقادات حادة الى لجنة الانتخابات التي اعتبرها مجرد ديكور في الوقت الذي اكد فيه التحالف المصري لمراقبة الانتخابات ان عملية الاقتراع شهدت ما وصفها بتجاوزات فادحة اللجنة العليا للانتخابات ردت على الانتقادات بالقول ان الاقتراع كان نزيها على وجه العموم وان مخالفة محدودة شابته بعدد من الدوائر يجري التحقيق فيها لياليضاء على هذه الاحداث بمزيد من النقاش والتحليل معنا في السيدو دكتور اشرف عبدالغفار القيادي في حركة الاخوان المسلمين وسيبقى معنا طوال هذا الملف مرحبا بكم دكتور اشرف دكتور اشرف خسارة كبيرة جدا للاخوان تاريخية بكل المقاييس اسباب هذه الهزيمة وازالتكم من تحت قبة البرلمان نهائيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين الحقيقة لا هي خسارة ولا شيء انا في وجهة نظري واعتقد في وجهة نظري الاخوان صحيح ان كنا نسعى وكنا نعمل لكي يصل يعني الشرفاء ولكي يصل سواء كانوا اخوانا او غير اخوان ولكي يصل العقلاء الى هذه الغرفة التي هي غرفة المشورة الاولى في دولة يجب ان يحكم تحكم باستراتيجيات وبقوانين وبنظم ولكننا يعني لا نحزن على عدم دخولنا بقدر ما نحزن على دخول ناس لا يرعون حق الوطن ولا حق المواطن ولا حق الله عز وجل في هذا وطبعا انت لو يعني تابعت وشاهدت ان هناك مرشحين احرقوا وهناك مرشحين قتلوا وهناك مرشحين اصابوا البعض اذا هل هؤلاء هم المسؤولين الذين سيتولون يعني دراسة استراتيجية بلد كهذا البلد الكبير لكي يقودونه الى يعني الى بر الامان ولكي يكون في طليعة الدول كما كان في السابق من المستحيل اذا انت تحزن ليس على غياب الاخوان بقدر ما تحزن على هذه التشكيلة التي سيصبح او سيتشكل منها هذا البرلمان برلمان مصالح برلمان بلطقة برلمان يعني ناس يسعون الى مصالحهم الشخصية بغض النظر عن البلد الذي يغرق وكاد ان يستكمل الغرق تماما كقيادة في الاخوان هل ستنسحبه من الدورة الثانية ولا لا كما ذكر اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده فضيلة المرشد والاخوة ان طبعا ان ما شاب الانتخابات يعني عوار كبير ويعني امر يعني لا يجب السكوت عليه ولكن كما تعودت الجماعة ان لها مؤسساتها ولها مجلس شوراها ولها القواعد التي سترجع اليها في هذه المسألة ولكل قرار الحقيقة يعني ستكون له ايجابية وستكون له سلبية الاستمرار في المشاركة في الانتخابات لعل ولو وصل واحدا فقط من الاخوان يطلع على المهازر التي تجري داخل مجلس الشعب في محاولة طبخ القوانين وتسويد الامور ولعل الانسحاب كذلك من ايجابياته ان يثبت ان الاخوان ادوا ما عليهم ولكن يعني لم يتسلم البعض اتهمكم لان دكتور اشرف بعدما يعني الحنكة السياسية لانكم كنتم تعلمون من قبل ومن بعد ايضا بان حتى لو شاركتم الخارطة السياسية بانكم ستكونون الخاسر الاكبر ومع ذلك اتهمكم بانكم اطفيتم الشرعية على هذه الانتخابات عن طريق هذه المشاركة لا الفكرة يمكن لعل الناس تختلف فيما بينها بين الاخوان المسلمين كحركة اسلامية تسعى الى رضاء الله سبحانه وتعالى وبين الحركات السياسية التي تسعى الى فقط تحقيق مصالح ومكاسب على الارض الواقع والارض السياسية الاخوان المسلمين بتواجدهم في المرحلة الانتخابية الاولى هم استطاعوا ان يتصلوا بالناس استطاعوا ان يحركوا الشعب بطريقة او باخرى استطاعوا ان يقولوا كلمتهم استطاعوا ان يتواجدوا حتى يستطيعوا ان يكشفوا هذا التزوير لماذا لا يستطعون ان يحركوا اي شيء من الشعب في ظل هذا التزوير وهذه هي النقطة الثانية النقطة الثانية ان الاخوان المسلمين يسعون لتحريك الشعب نحو الايجابية والشعب نظرا لطول السنين التي يعني مر بها في قهر وظلم واستعباد أصبح الحقيقة تحريكه أمرا ليس سهلا ولكننا كما قلنا سنواصل ونستمر حتى يستطيع هذا الشعب أن يتحرك وكلمة مهمة جدا للشعب نفسه أنه أنت الذي يعني أيها الشعب أنت بسلبيتك هذه الذي أتيت بهؤلاء الناس الذين يحكمونك ويأخذون قوتك ويقضون على مستقبل أبنائك ويقضون على كل مقدر من مقدرات هذا البلد فأنت شريك معهم طيب لماذا لا يخرج هذا الشعب أثناء الابتهامات بالتزوير في الانتخابات الإيرانية منذ ما يربع على عام خرج كل الإيرانيين في طهران تحديدا على الأسلحة وينادون الله أكبر موسى وكلهم الآن الشعب المصري اهتم بخضية الاقتصاد وبتأمين العيش لماذا لا يخرج لماذا لا يتحرك إلا أمام صندق الاقتراع طبعا هذه مسألة يمكن لو كذلك تابعت وأنا متأكد أنك تابعت بعض آراء الشرع المصري كثير جدا بل الأغلبية والنتائج تؤكد أنه لا يربع على 15% من الناخبين هم الذين ذهبوا للمشاركة في الانتخابات يعني 25% مزورة هذه؟ طبعا لا يمكن 25% لأن 25% من عدد أصوات الذين لهم حق الترشيح يعني 10 مليون وزيادة أين العشرة مليون هؤلاء؟ عشرة مليون هذا يعني تجمع عدد من الدول العربية لكي تكون عشرة مليون يعني ولكن طبعا بالتأكيد لم يذهب عشرة مليون ولا سبعة مليون ولا خمسة مليون أريد أن أعرف قضية موقف الإخوة من الموقف الدولي الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي هل تعتقدون بأن هناك منظومة سياسية مغطاة ومدعومة غربيا لتصفيت الإخوة المسلمين سياسيا في مصر؟ اليوم إسرائيل أصدرت بيانا وصرحت فيه أنه كما وعدنا حسني مبارك أن الإخوان لن يدخلوا البرلمان مرة أخرى هذا كلام منسوب للإسرائيليين إذن هناك ترتيب حزب وطني مع إسرائيل مع أمريكا على حساب الشعب المصري وليس على حساب الإخوان فقط لماذا برأيكم سمح لكم 82 مقعد؟ هذه كانت غلطة في نظر الأمريكان يسعون لكي يظهروا للعالم أنهم يبحثون عن الديمقراطية في المرحلة الأولى فاز الإخوان بأصوات كثيرة جدا ورسب الحزب الوطني فذهب طبعا على فكرة هذه الدعوة 2005 هذه الغلطة التي سماها البعض غلطة وسنة عسل عليكم قالوا بأن جورج بوشوطة كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان يريد رسالة ديمقراطية سمح المصر ب88 مقعد بعدها على فكرة بعد شهرين أو ثلاثة فازت أيضا حركة حماس في قطاع غزة لا حماس فازت نعم بعد الإخوان مباشرة نعم ولكن طبعا حينما انتبهوا إلى هذه المسألة قالوا لا ديمقراطية ولا يحزنون ديمقراطية نحن لا نريد لأبناء هذا الوطن من الشرفاء سواء كانوا إخوان أو غير إخوان أخي الكريم إذا تتخيل أن انتخابات المرحلة الأولى يفوز فيها أكثر من 100 من أعضاء الحزب الوطني والمعارضة مجتمعة بكل طوائفة سلاسة مقاعد يعني حتى يقول الحزب في تقريركم يكون الحزب الوفد هو الثاني يعني حصل على مقعدين من الثلاثة يمكن حتى يكون الثاني يعني يعني هذا هو يعني معارضة ناعمة ولموجودة حتى معارضة دي كوريا مجلة التايم الأمريكية قالت بأن هذه الانتخابات كما قالت المجلة ليس هذا من عندياتي بأن ندير شؤم للانتخابات المقبلة الرئاسية تقصد هل هي بالفعل ندير شؤم ولا كيف يعني مجلة التايم قالت كلما مهما كما أنت قلت أنها نزير شؤم للانتخابات المقبلة وقالت كذلك أن ما حدث في الانتخابات المصرية يدل على أن الحزب الوطني الحاكم في أضعف حالاته حتى أنه لجأ إلى الوسائل المعقولة وغير المعقولة لكي يزور الانتخابات أنا أعتقد أنه لن تكون هناك لن تقوم قائمة للحزب الوطني بعد هذه الانتخابات بعد هذه الانتخابات أيضا هناك يعني كما قال بعض المراقبين انتكاسة للإخوان يعني في جناحين في الإخوان المسلمين جناح أيد هذه الانتخابات وقال لا دعونا نكشف وندخل هذه الانتخابات والجناح الآخر قالوا لا يجب علينا أن نمتنع هذه هل هناك ربما أي أزمة وانقسام حاد بين جماعة الإخوان المسلمين في المستقبل القريب؟ لا حتى التفسير ليس صحيح جناحين في الإخوان المسلمين حينما تتحدث عن جناحين يعني تتحدث عن قوتين شبه متساويتين أو وجهتين نظر متساويتين لا إخوان كرام أحباب وهم يعني أعز أصدقاء لنا وأكثر أحباب لنا عبروا عن وجهة نظرهم وكثير من الإخوان غيرهم كذلك عبروا عن وجهة نظرهم برغبتهم بعدم الدخول الانتخابات وأنا قلت لك في كل من الرأيين مندوحة ولكن إذا كانت مؤسسة الإخوان بقواعدها قد استقرر رأيها على أن ندخل الانتخابات إذا نحترم الرأي المؤسسي ولا نختلف وهذا ديدني الإخوان ولن تجد انقساما في الإخوان أنا أقول لك يعني لن تجد انقساما ولا اليوم ولا غدا ولا بعد عشر سنوات إن شاء الله لأنه يعني دائما لا تنظر للإخوان على أنها مؤسسة سياسية هي مؤسسة دينية وناس يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى فإذا ذكروا بالله سبحانه وتعالى رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى توقعتم شيء غير هذه النتجة التي وصلوا إليها؟ لا توقعنا طبعا عدم دخول الإخوان ولكن ليس بهذه الصورة يعني حتى الحزب الوطني كان يستطيع أن يجمل الصورة قليلا ولكن بغشمية وغباء عفوا يعني أقصى الجميع ولم يضعه الصلاة يعني أنا أريد أن أسأل عن هذه النقطة يقول لك أنت شارك وأنا أفعل ما أريد ومسائل لا عليك ولا على كل الذي دعمك يعني أين له بهذه القوة؟ يعني هذا أبدا ولا شيء هذا ليس قوة ولكن هذا من منطق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أنه من أقوال الحكماء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت لا حياء عند الحزب الحاكم لا حياء عند النظام في مصر لا حياء عند حسن مبارك وأتباعه فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت لا تنظر لشعب لا تنظر لمراقبين دوليين لا تنظر لمراقبين محليين أنت حينما تسمع نجاد البراعي أو حافظ أبو سعدة أو مؤسسات المجتمع المدني أو مجدي لا أذكر الاسم بالضبط وهم يصرخون وهم ليسوا إخوة مسلمين وهم ليسوا حزب وطني ولكنهم مواطنين مصريين يريدون لهذا البلد الخير تفاجأ أنهم يحترقون من داخلهم لما يحدث الاندبندنت كما كتب اليوم روبرت فيسك قال انهيار تام للأخوان المسلمين قبل قليل نحن تابعنا عبر القنوات المؤتمر الصحف للمرسل العام قال لن يستطيع أحدهم استدراجنا إلى رد فعل مخالف للقانون أو الدستور ليؤثر على أمن واستقرار الوطن هل هذا يعني بأن الإخوان سلموا بهذه النتيجة ولن يقوموا بأي ردة فعل في الشارع؟ لا هناك فرق بين شيئين بين ردة فعل مثل ردات الفعل العسكرية والتفجيرية والذين يسعون إلى تسمية كل الإسلاميين بكافة طوائفهم أنهم إرهابيون وهناك محاولة لانزلاق الإخوان أو لدفعهم إلى هذا التوجه وهو المرشد فضيلة المرشد يؤكد أن هذا لن يحدث ولكننا سنقاوم بكل الوسائل التي لا تضر المواطن المصري تتوقعون مزيدا من الاعتقالات في صفحهم طبيعي والإخوان أصبح لا يتعبهم الاعتقال لكي يكون واضحا الإخوان اعتادوا على الاعتقال ويحتسبونه عند الله سبحانه وتعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقل أنا أقل فقط للمشاهدين ولكم ما قالته أغلب مشاهدين الكرام صحف سواء كان الغربية ولا العربية تايمز قالت مبارك يحكم قبضته أكثر على السلطة الوفاق الإيرانية قالت انتخابات متناقضة الدستور الأردنية قالت عملية غير مفاجئة النهار اللبنانية قالت الشكوك تأكدت نيويورك تايمز قالت لم تختلف كثيرا لوس أنجدوس تايمز قالت انتخابات تمهيدية شروق الجزائرية قالت انتخابات الهامبرغر الجزائريين القص العربي بورصة الرشاوة الفيناشل تايمز قالت انتهاكات بالجملة ولا مفاجآت في نتائج السفير اللبنانية قالت الانتخابات الأقل شرعية هذه الإجماع من أغلب الصحف العربية والعالمية لهذا ربما هل سيؤدي بشكل أو بآخر لعادة نظر في هذه الانتخابات بالنسبة للنظام الحاكم لن يعيد النظر سيسعى وهو أعمى ويتحرك دون أن يدري ما حوله نحو ما يظنه هو الصحيح والذي فيه مصلحته ولكن أنا أعتقد أنه يحفر قبره بنفسه فلن يستطيع أحد أن يتحمل أكثر من ذلك تعتقدون بأن الحزب الوطني الحاكم سيعود بالأمور إلى ما قبل 2005 بعد ربما خمس سنوات من دخولكم المجلس البرمان بهذا الثقل لا أنا أريد أن أقول لك أن لا يوجد كيان يسمى الحزب الوطني الحاكم ولكنه كيان شركاء المصلحة أصحاب المصالح كل له مصلحة خاصة به يستفيد من خلال هذا الحزب الوطني الحاكم لكي يصل إلى مصلحته فهم مفككين وديل على ذلك المعارك التي دارت والذي أشعل النار في مقر انتخابي وهو عضو في الحزب الوطني لأنه لم يكسب والذي أطلق النار على زميله أو على شركائه أو كذا لكن البلد في كل يوم تسير إلى الأسوأ فلا تتخيل أن مصر قبل 2005 يمكن أن تعود إلى مصر لأن هناك زمنها مطالبات بالتغيير سواء كان من جورس بوش والعالم مطالبات بإصلاحات ديمقراطية وهو ما حصل بالفعل لكن الآن أنا أريد فقط على ردة الفعل الدولية طبعا فقط أحد الصحف حتى بأنه عندما ذهب مراسلهم إلى أحد المراكز الاقتراع فقال له أنت أمريكي فأحد الحزب الوطني الحاكم قال هذا أمريكي يريد أن يتدخل في الانتخابات البرلمانية وهو أمريكي وهو صحفي يعني لكن هذا مؤشر على أن الأمريكان والأوروبيين وبعض القوى العربية باركت هذه الانتخابات وقضي الأمر الذي فيه تستفتيا طبعا الكل بارك لأنه كما قلت لك لا يراد لمصر أن تكون دولة قوية ويكون لها يعني مستقبل قوي لأن هذا يصب كذلك يعني ضعف مصر يصب في مصلحة إسرائيل ضعف مصر يصب في مصلحة سيطرة الغرب على الأمة العربية لا يراد لأي كيان من الكيانات التي موجودة في منطقة الشرق الأوسط أن يكون لها قوة أو أن يكون لها سلطة أو أن يكون لها تأسير بصراحة الدكتور البعض منتقين يقولون بأنكم يعني هل ارتكبتم خطأ في هذه الانتخابات ولن تندموا على خوضها لا نحن لا نندم لأننا أدينا نحسب أننا أدينا ما علينا واجتهدنا وحتى للمخطئ أجر يعني والمصيب أجران ونحن سعينا أن نرضي الله سبحانه وتعالى بهذه المحاولة وتحملنا اعتقالات وتحملنا أموال وتحملنا جهد وتحملنا إيزاء وتحملنا كل شيء في سبيل أن نعطي لهذا الوطن حقه ونكون إيجابيين ولا نكون سلبيين ونجلس خلف الأسوار ونرى ما يحدث في الهدى نؤدي ما علينا من هذا الكلام يعني أنتم أزلتم من تحت قبة البرلمان كيف ستعوضون هذا الفراغ لا عندنا وسائل كثيرة جدا جدا وقبل أن كنا في البرلمان كنا في النقابات وكنا في نوادي عضاء هيئة التدريس وكنا في كل مكان في الاتحادات الطلابية ولن يتمكن الحزب الوطني أن يحكم قبضته على الشعب حتى إما أن يخنقه فيقتله وهذا لن يحدث أو أن ينهار هذا الحزب وينتهي إن شاء الله خطواتكم مقبلة باختصار خطواتنا المقبلة إن شاء الله مراجعة للنفس في كل شيء النظر إلى ما أديناه وما كان يجب أن نؤدي السعي في كل الملفات التي نستطيع أن نؤديها البحث عن بدائل جديدة نستطيع بها أن نصل إلى الشعب المصري لعل الهدف الأول الآن هو إيقاظ الشعب المصري وتحريكه لإنقاذ مصر لأن الإخوان وحدهم لن يستطيعوا أن يحركوا مصر لو الشعب المصري كله استطاع أن يتحرك في سبيل مصلحته وصلحة أبنائه لن يستطيع لا حزب وطني ولا أمريكا ولا إسرائيل ولا غرب كله مجتمعين على أن يخوش في فواجه شكرا جزيلا لكم دكتور أشرف عبد الغفار القيادي في حركة الأخوان المسلمين حدث ضيفا عزيزا شكرا جزيلا لكم مشاهدي أكرم فاصل قصير لنتابعه بعده القمة الأوروبية الأفريقية والقاعدة التي دخلت على خط المواجهة مع الحوثيين وعلنت تبنيها للعملية التي ذهب ضحياتها حوالي 23 قتيل مؤخرا ونعود إن شاء الله شكرا جزيلا 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 اشتركوا في القناة